مشاهدين أهلا بحضراتكم من جديد في تخطية جديدة على موقع صدر بلد بلغات ضد فيلم عزيرو بتتهمه لأنه بيروج للإتجار بالبشر فإيه تفاصيل البلغات دي وإيه رد الجهة المنتجة للفيلم على الاتهامات والجدل ده التفاصيل كاملة من خلال هذه التخطية فيلم عزيرو للفنان محمد رمضان تم عرضه بالفعل يوم 2 أغسطس الماضي في جميع دور العرض السينمائية وده قبل عرضه في دول الخليج يوم 10 أغسطس بيعتبر الفيلم أحدث الأعمال السينمائية للفنان محمد رمضان مع الفنانة نيلي كريم ولكن الحقيقة أن الفيلم أثار الجدل بشكل كبير بسبب قصته وهو اللي دفع البعض بتقديم بلغات ضده واتهامه بالترويج للجريمة وتقديم ما يتعارض مع القيم الدينية بشكل يخلي المشاهد يتعاطف مع البطل المجرب من خلال أحداث الفيلم لأنه خلال الأحداث بيتاجر بطل العمل الفني بالأعضاء البشرية لعلاج ابنه المريض طالبت البلغات الموجهة للفيلم بطلب لرقابة بوقفة عرضه مؤقتة لمراجعة المحادير الرقابية وتفعيل مواد قانون الرقابة على الفيلم لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم وده بسبب منح العمل في النوع ده من التجارة الغير مشروعة دعم معنوي لتعاطف المشاهد مع المجرم في نهاية أحداث الفيلم أما عن قصة الفيلم هبتحكي قصة إنسانية لمعاناة أب فقير اسمه حمزة ولقب دراجون بيسعى لعلاج ابنه المريض وبيحاول إنقاذ حياته وبيدخل بعدها في مجال تجارة الأعضاء البشرية وبتتطور الأحداث وبيبقى هو كمان من الأغنياء فيلم عزيرو من بطولة نغبة من نجوم الدراما والسانمة من بينهم نيلي كريم وجمانا مراد وخالد الصاوي وشريف الدسوئي والفيلم من تأليف متحة العدل وإخراج منذ العدل ومن إخراج أيضا محمد جمال العدل وتأليف متحة العدل وإنتاج جمال العدل والستوديوهات في بوكس ومن المكرر طرح العمل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطانة عمان والبحرين والمناطق الأخرى يوم 10 من أغسطس بالفعل رد الدكتور والمؤلف متحة العدل على كل اللي تقال عن الفيلم وترويجه لتجارة الأعضاء البشرية وقال أنه طبيب بشري وضد تجارة الأعضاء العضاء البشرية وبقى حاربها بشدة وأن التجارة دي لها سمصرة بيحتالوا على الشباب وهم موجودين في كل مكان هم موفيا لبيع الأعضاء الأمر مش مقتصر أبدا على مصر فقط بل في كل دول العالم قال كمان أننا مش هندفن رقصنا في الرمال وهنواجه هذه الجرائم وهنتصدى لها بشكل كبير في سبيل العلاج والرقابة على المصنفات الفنية رقابة محترمة بتقدر قيمة الفيلم وما يدعو إليه من قيم إنسانية ومحاولة للتصدي لهديئة التجارة المحرمة والمجرمة في العالم كله أما عن عقوبات الترويج للإتجار بالبشر فكان وضع بالفعل القانون المصري ضوابط صارمة في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة الإتجار بالبشر وينص القانون على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر وينص القانون بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في أي من الحالات القتية إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لإغراض الأتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضاءها أو منضمن إليها اتنين إذا كانت الجريمة زادة طابع عبر وطني وإذا ارتكب الفعل بطرق التهديب بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل السلح مشاهدينا وكانكم وضحنا لحضراتكم كل التفاصيل المثارة عن الفيلم الجديد للنجم محمد رمضان عزيرو للمزيد من المتابعات وتقطيات زروا موقع صدى باد الإغباري بنشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء شكرا